زي ما شفنا بالوقت الجانب المصري موظفين موجودين المعبر موجود الكامل بهيئته الخاصة من على الجانب المصري شايف إلى أي مدى الحسابات الأمريكية ممكن تختلف خلال الفترة المقبلة شفنا تصريحات من البيت الأبيض خاصة بوقف شحنة أسلحة لإسرائيل إعلان كمان عدم تأييد عملية موسعة في رفح بالإضافة طبعا إلى الضغوط الشعبية وضغوط الحركة الطلابية في الجامعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ده ممكن يغير شوية في الحسابات الأمريكية وينعكس على طولة التفاوض ضغط أكتر على إسرائيل للموافقة للوصول إلى هدنة خلينا نقول أنه أولا أنا بحيي مع السيد محمود على هذا التقرير المهم وبصراحة كل المرسلين والصحفين المصريين القائرة الأكبرية والدفزول مصري تغطية احترافية ومحتربة جدا بالتضاع المشاهد والمصريين والعالم الحقيقي على موقف ما يجري الحقيقة سؤال مهم جدا هو الولايات المتحدة ما هيش حاجة واحدة ثم خلينا نقول أنه حتى داخل الولايات المتحدة في جزء الرئيس جو بايتن اتخذ القرارات بتاعت تقليل القنابل والمقذفات المقذفات دي بناء على طلبات من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي اللي اعتبروا أنه إسرائيل بيغلاق المعابر أو دخول رفع بتخالف الاتفاقيات أو القوانين الأمريكي لكن خلينا نقول أيضا برضو أنه ده محدود لأنه كمان طبعا الولايات المتحدة بناء على الإدراكة والمعلومات اللي بتحصل عليها من مصر خلال الفترة اللي فاتت والتحذيرات الجدية تجاه هذا الأمر واتصال بلينكين مع وزير الخارجية سامح شكري ده جزء مهم قوي من تبادل المعلومات وتوضيح الصور لكن الواقع أنه خلينا نقول المرد الفعل الإسرائيلي بين غفير طبعا ده طلع قال أنه بايدن يعمل مع حماس بايدن يقايد حماس وفيه يعني غضب حتى داخل إسرائيل ونتنياهو طلع يقول سنحارب وحدنا طبعا غير قادرين على الحارب وحدهم ودي كلها دعاية لكن الحقيقة الولايات المتحدة برضو موقفها ملتبس وموقفها مزدوك لأنه كل حاولات يعني كان يمكن أن يكون وقف إطلاق النار من خلال مجلس الأمن الفيتو الأمريكي منع كل القارة هذه النقطة النقطة التانية أنه كلام عن دخول فتح المعابر والتهديد اللي حصل من كم يوم بالفعل وقاله وسنوقف الأسلاحة لو ما فتحتوش المعابر فتحت ساعات دخل الوقود من الجانب في الصيني وأغلقوه فيه كمان الغيم لبعض المناطق فيه رفح اجتياح رفح مأساء إنسانية مش بس مأساء إنسانية وتهديد للأمن الإقليمي لأنه مصر إحنا بنتكلم اللي حصل قبل كده مع إيران اللي حصل مع غيره كان محسوب بكل الأطراف متمسكة جدا إيران حزب الله غيره متمسكين بقواعد اللي اشتبال ده بتتكلم دولة كبيرة مصر دولة كبيرة يعني محدش يقدر أي حد عارف ده يعني إيه دولة كبيرة ويعني إيه مصر لأنه الانهيار هذه المفاوضات يمكن أن تكون تدعياته صعبة وإحنا بنحدد ممكن بالحرب بتشتعل لكن بيجدرين أنه وقفة زي ما هو حصل النهاردة بالمناسبة نتنياهو ليس حرا نتنياهو في مأزق ومصر بتقدم لكل الأطراف اللي بتراها في مأزق لأن دي حرب كلها خاسرة النهاردة حتى نتنياهو اللي بيحاول كسب أرض وبيرى نفسه خد قبلة الحياة النهاردة بيفقد هذه الأوراق زي حماس كان معها أوراق بتبدأ تتراجع تهديدات الأمريكية ممكن تبقى لها رد فعل مزدوك ممكن الإسرائيليين أو المجتمع الإسرائيلي المضطرفين بالذات اللي بيدعموا وبيتكلموا وإحنا لا وهناقف الحقيقة أن إسرائيل لا تستطيع أن تحارب وحدها بدون الولايات المتحدة وكمان ما ننساش دور البريطاني الغريب بردو لهو وزير الخارجاء إن إحنا هننظر في شحنات الأسلحة لكن هنستمر إحنا بنتكلم هنا دي دولة بتعمل دي حاملة طائرات أمريكية في المنطقة بردو ده جزء مهم حتى داخل الولايات المتحدة طول عمر الجمهورين والديمقراطين دعايمين بطرق مختلفة في الدرجة وليسة في النوع لكن المصالح الأمريكية المهددة اتساع للصراع الإقليمي الدور الآخر ده الدور اللي مصر طول الوقت بتتكلم فيه وعشان كده إحنا بنقول إنه مصر بتاخد أكتر محارب الرئيس عبد في التحسيسي مبارع أنتونيو جوتيروس كمان ما نقدرش ننسى فشل المنظمات الدولية اللواء متحدة ومجلس الرئيس مع جوتيروس مع رئيس الوزراء الأردني التحذيرات والتحذيرات المصرية بيثبت صحتها طول فترة الحرب بتثبت صحتها وإنه إقليميا واللي في الجنوب والبحر الأحمر وغيره وبالرغم من ذلك مصر قادر على أنها تفتح هذه القنوات وتستمر مع قنوات إحنا بنقول مش بس الأصل الأصل والوكيل والداعم والراعي وغيره فهنا الجزء المهم جدا في الموقف الأمريكي يعني عودة الناس والآه موقف الأمريكي فاعل ومهم وله دور لكن كمان الأطراف المختلفة النهاردة دنيا هو بيخوط حربه الأخيرة دي رهانه الأخير في رفع هل رفع يقدر يوصل فيه هو بيقول احنا مش عاملين اجتياح شامل احنا بنعمل عمليات عسكرية محدودة احنا بنلاقي أنفاء وبنوصل نحاول الوصول لغيره لكن كمان هو عمد الشهور دي وعوده لأهالي المحتجزين بإعادتهم بالحرب فشلت وبعض المحتجزين دول قتلوا في الاشتباكات أو غيره وبعضين قرهان على أنه رفع وما كلهم هجوروا اللي رفع ما هو نفس المنشآت الطبيعة اللي انت قصفتها قبل كده رجعت تاني قلت ليه دي مختبئين فيه بأنت نظرية اللي انت بتقول عليها أن انا سأقضي على حماس أو المقاومة أو غيره دي فشلت بردو